طيب احنا هنروح لقضية علاقة فتاح عشان قضية علاقة فتاح الحقيقة فيها تغيرات لطيفة كتب. طبعا الميدل إستا آي معرفش ميدل إستا آي جابت الواحد عشرين دولاري بس. يعني انا الحقيقة مش عارف برضو الميدل إستا آي قالت انه في واحد وعشرين سجينا سياسية. يعني يعني انا عايز اقول انه امه دولاري بس اللي ركزت عليهم كأسماء شهيرة. لكن احنا عندنا اكتر بخوصة ستين الف. يعني احنا معانا اكتر بخوصة ستين الف الحقيقة. يعني بغض النظر عن ه هؤلاء الاسماء المشهورة محمد البقر عبدالله مفتوح وغيره يعني مصطفى النجار وخلافه واحمد دومة الناس المشهورة طبعا وعائشة الشاطر وغيرهم الصور المعروفة كلها عصام سلطان وغيره. لكن الحقيقة احنا عندنا اكتر من كده بكتير. بكتير. عندنا. طبعا الحمد لله احنا تجاوزنا. كان الاول يقول لك ما فيه سجين سياسي في مصر. ما فيه سجين رائي. بقى دوقتي فيه سجين سياسي وفيه سجين رائي. بس عادي يعني. الحمد لله الانتخ بات خلصت الامريكية وما حدش جي لحياتنا. خلا نشوف تفاصيل الخبر ده ونرجع نشوف حكاية علاء الفتاح. في مارس عام 2021. الا ان السجون المصرية تحتجز ما يقدر بنحو خمسة وستين الف سجين سياسية. اعتقلوا لمعارضتهم حكومة السيسي. طيب نكمل فضيط علاء الفتاح. اللي انا قلتلكوا توقعات الشخصية في حلقة مبارح. انه توقعات الشخصية ولا بدنا لا يفراجنا علاء الفتاح. ولكن عايزين المرات الشكل بقى حلو قدام الناس. لان شكلنا بقى عار في المرات السابقة. وترامب طلع غسلنا وبتاع فادوني معلش انا هطلع الراجل وما تخافوش احافظ على صحته. بس ايه ادوني وقت كده يعني قدام الناس قدام شعبي. ابقى برضه يعني ما بقاش مهان قوي كده. تمام؟ لان انتوا عارفين بقى اللي حصل في اخر لقاء في قطر. لما رح قطر وقابل امير تامين. في نفس اليوم طلع صحفي الجزيرة. فكان الشكل يعني ايه. طب ادوني بس وقت. المهم. احنا يا باشا لو بنقرأ المندل. ولا بنفتح المندل ولا بنقرأ الكشينة ولا حاجة. اللي انا قلته امبالح في حلقة مرضيتش بس خلي الزوم انا يجيبه لكم المقطع اللي انا قلت امبالح فيه. اللي هو ايه. هيحصل بالحرف. الاستاذ الساد التامر بيه. تامر بيه. رد النهاردة. هنشوف بقى اللي حصل. انت فاكر قصة امبالح ولا مش فاكر. حضرتش ليه كتب تحضرش الحلقة ليه. نازم تحضر حاجة. ازاي يعني. ازاي تفوتك حلقة من ايه الحكاية. هقولك انا عشان انت راجل ما حضرتش كان عندكو ظروف ولا حاجة. امبالح خالد علي كتب بوست طويل جدا. عمل فيه ست تحديثات. هو امبالح جاله اتصال من النائب العام. مكتب النائب العام. قالوا له يا باشا فيه تصريح بالزيارة. عشان يباني ان مصر فيه حقوق النسان وكده. هب خالد علي خدت العربية وطار راح الرحاب استلم التصريح الساعة الثلاثة. الخطة اللي كانت مرسومة ايه؟ خالد علي استلم التصريح من الرحاب الساعة الثلاثة. مش هيعرف يوصل زحمة القاهرة بتاع. مش هيعرف يوصل واضي النطرون قبل الساعة خمسة. هيوصل الساعة خمسة نقول له ايه؟ هقول له السجن قفل. تعالى بكرة. يجي بكرة نقول له لا الله. اصل التصريح ده بتاريخ امبالح. احنا ما نقدرش ندخلك. روح حالت تصريح جديد. فيروح يجي بالجديد ويجي تحصل نفس الحكاية. وهكذا. ده اللي حصل المبارح. وحكاها بقى له استاذ خالد علي وانه راح. والضابط فتح له وقال له انا هكلم تامر بيه. وتامر بيه طبعا كان تليفونه مقفول. وما ردش عليه. وفضلوا واقفين ساعة ونص قدام السجن. وخدوا بعضهم وروحوا. استاذ خالد علي خد مدام ليلة سويف دكتورة ليلة سويف والدة علاء. وطلعوا من الساعة عشر الصبح واقفينه قدام باب السجن. هه؟ يا امو يأثر يا رب. تعال نشوف اللي حصل. لا اطلع لي من واحد بقى. اطلع لي من تحت ده التحديث اربعة. اطلع لي من واحد تحت. اطلع لي من اول بص تحت يا شباب. اول جملة هي قالها الاستاذ خالد علي. وصلت امام سجن ودد نوترون منذ دقائق تنفيذ تصريح النيابة لانا بالزيارة تعالى وسلمنا التصريح للضباط الامن بمنطقة بمنطقة السجن. منطقة الزيارات تمام. رقم تحديث رقم واحد. العميد تامر شعبان تامر بيب تعمبارح ها تامر بيب تعمبارح يا رجالة. طلع اهو. قابلني بمنطقة الزيارات واتطلع على تصريح الزيارة. واخبرني انه لم يخبره احد بوجودي امس. لانه تحرك من السجن بدري. خدت بالك انت. شوف سبحان الله. دي كلها صدف. يا جماعة دي كل. اوقعت تفتكنا ان دي حاجة مترتبة. انه تامر بي امشي قبل ما الرجل ييجي لو جي بدري عشان ما يبقاش. دي كلها صدف بحتة. تامر بي مشي بدري ومبيلو كان مغلق. وتامر بي ما تفرقش عن حلقة بتاعتنا ولا تابع الفيسبوك ولا الدينية اللي اتقالها بدي كلها. تامر بي ما عافش عنها حاجة. خالص. فتامر بي راح راضد قال له معلش يعني. قابله واتطلع على التصريح واخبره انه لم يخبره احد بوجودي امس لانه تحرك من السجن بدري. واخبرني انه سيعرض الامر بشأن تمكيني من الزيارة من اليوم من عدمه ويرد علينا. وانا والدكتورة ليلة سويف انتظار ردهم. ده اول حاجة. تحديث رقم اثنين. الحمد لله طلعوا جواب من علاء وسلموا له الدكتورة ليلة سويف. والجواب مؤرخ بطريق 12 نوفمبر. 12 نوفمبر اللي هو يوم السبت اللي فات. وهو كاتب انه كويس تخيل من يوم السبت. الله اعلم بقى دلوقتي احنا عندنا السبت والحد والتنين. هو كاتب انه كويس وتحت الاشراف الطبي. وطبعا هنمريكوا صورة الجواب اللي مصر كلها نشاريته النور. وانه بدأ يشرب مياه يعني من يوم السبت. وما زلنا في انتظار تنفيذ تصريح النيابة بزيارة علاء من عدمه. ها؟ ده الكلام ده من الساعة عشر الصبح. الساعة تحديث رقم ثلاثة. الساعة الان الواحدة والنصف مرة اكتر من ساعتين. وما زلنا في انتظار رد سجن ود النترون. هل سينفزه تصريح النائب العاملي بزيارة علاء من عدمه؟ ها؟ تصريح رقم اربعة ده الاخير. اللي احنا قلناه مبارح. خرج العميد تامر شعبان من السجن وجاء الينا في منطقة استراحة الزائرين. وابلغني ان التعليمات وصلت اليه الان برفض تنفيذ تصريح الزيارة. الصادر من النائب العاملي مؤرخ بتاريخ الامس 13 نوفمبر والنهارة 14. ويجب علينا الحصول على تصريح جديد. فطلبت منه. ده خلد علي بيقوله كده. فطلبت منه مراجعة الكاميرات بتاع انبارح. واني انتظرت ساعة ونصف لتنفيذ التصريح. لكنكم لم تفعلوا رغم ان انت سلمت التصريح الساعة 3 مني. يا بيت بالرحاب. ووصلت للسجن بواد النترون قبل الساعة 5 بعجوبة. وانكم امتنعتم بالامس عن تنفيذ التصريح بزعم ان السجن مغلق رغم وصولي. وابلغته. وعليش انا بس مشوفه. وابلغته ان كلامي عن الزيارة لا ينفذ في نفس يوم الحصول على التصريح كلام غير منطقي وغير عملي. ولا يطابق بقانونه من حق الزيارة. وده امتنع عن تنفيذ تصريح النايب العام بالزيارة. لتالت مرة في هذا السجن الجديد. المسمى مركز الاصلاح والتقوي الأولى في 9 يونيو 2022 والتاني 10 نوفمبر. والتالتة مبارح واليوم 13-14. وضربوا عرض الحائط بكل نصوص القانون. يا أستاذ خالد انت لسه برضو. لأ بالستاذ بزبروا عليها بس. لسه بقى لسه يا جماعة. يا أستاذ خالد هو انت لسه بتتكلم على قانون. ما هي بايدة. ده الراجل اللي انا اللي اشتغلت في المحامات. ولا الحاجة قلت لك السنانو اللي هيحصل معاك. السنانو اللي هيحصل معاك. الراجل افضل قاعدك لطعك لأخي اليوم. وبعدين قلت لك معلش انا جات للتعليمات اصلوه. ما اقدرش والله. يا جماعة انتم بتهرجوا. النائب العام دي للتصريح. انتم بتاع الزيارة. لا 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 استعمل. طيب. النائب العام بقى. النائب العام. انت عارف كلمة نائب عام دي يعني ايه. عشان انت مش اخد بالك اصلا. لان احنا في مصر يعني كلنا فاهمين ان اعراضنا واملنا مستباحة. عند الحكم. الحكام مستبحين اموالنا واعراضنا. فكلمة نائب عام دي تعارف يعني ايه. يعني نائب عن الشعب في مواجهة الدولة. نائب عن الشعب. فسيادة النائب العام بقى. شاف المحزلة دي. ايش دعوة. ردته من التصريح يا باشا. انت فاهم يا باشا ان في حد ممكن يخيل عليه الكلام ده بتلاتة تعريفة. جوه ولا بره؟ يعني الغباء اللي ربنا سبحانه وتعالى مسلطه عليكم. انت فاهم ان المصرحية دي. مصرحية ادي له تصريح وما تنفزوش. ادي له تصريح اقول له لا اصل بكرة. وخلد علي كتب ان دي تلات مرة تحصل. انت فاهم ان الكلام ده بيخيل على ناس جوه ولا ناس بره؟ ما هي مصر كلها عارفة يا ابني. حتى الاستاذ الشام قاسم كتب النهاردة. يعني الحقيقة كتب كلام مهم جدا. قال ايه استاذ الشام قاسم؟ قال قضايا الحريات التي التداول لا تترك لاجهزة الامن لإدارتها. استاذ الشام قاسم وراجل طبعا حقوقي وسياسي فاهم. بيكلم ناس بتفهم او ناس عقلة. لكن يا باش احنا خلاص تجاوزنا يا استاذ الشام هذه المرحلة بمليارات الكيلومترات. انت لو بتكلم على دولة عاقلة. احنا دلوقتي هي دولة امنية بالمقام الاول. هو بعد اللي حصل في 11-11. النظام السياسي في ناصرة هيبقاله عين يرفحها في وش الامن. الامن قاله بس انا اللي حميتك. الناس كلها انت عارف كل التقارير من كل الاجهزة بتقول ان الناس كلها ضدك. انا اللي حميتك انا اللي مناعت الناس تنزل. انا اللي قبضت عنه انا اللي قفلت البلد. فتفتكر ان فيه نظام سياسي يقدر يرفع اينه الان او يقول قرار. هالاجهزة الامنية؟ هو الاستاذ الشامينا بتكلم على انه يا جماعة الحاجات دي. لا ينفعش يديرها الاجهزة الامنية. الاجهزة الامنية لها تصورات مختلفة تماما. هو عايز يفضل من سيطر. والسياسة ما تعافش كده. فس الشام بيقول قضايا الحريات التي تتداول لا تترك لاجهزة الامن لادارتها. بل تدار من الرئاسة مباشرة. وما حدث من حجب معلومات عن حالة علاعة فتاح في الايام الماضية. تحول من قضية حريات الى حالة من الغلظة. موجهة ضد ام واسرة. وهو ما يضعنا امام احتمالين لا ثالثة لهما. ايه هما يا أستاذ الشام الاحتمالين؟ اما ان السيسي قد ترك قضية بهذه الحساسية لتدار من اجهزة لا تفهم الضرر الاعائد منها على شخصه. عليه هو نفسه. على السيسي نفسه. الضرر الواقع من ادارة هذه المسألة بهذا الشكل. ده احتمال لرقم واحد وانا الحقيقة مش مش مع الاحتمال ده. او انها تدار الحكاية كلها من الرئاسة. وان الرجل الذي قدم نفسه على السيسي يعني بمقولة هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه هو الرئيس الاكثر قصوة في تاريخ هذا البلد. وهذا ما اعتقده واظنه. احنا عندنا شواهد كتير جمعا. هذا الرجل الديكتاتوري الذي يحكم. الذي لم يتحمل ان امرأة سياسية زي الأستاذ يا جميل اسماعيل تدخل على تلفزيون تنتقد انتقاد سياسي ويدخل يرد عليها. لا يمكن ابدا هذا الرجل يكون مش عارف اللي بيحصل. افتح بتفاصيلها.